بسبب سقوط جنين جريمة قتل بالسلاح حصلت داخل مستشفى حكومي حديثة بدأت بمشاجرة داخل مستشفى للولادة ببغداد بين عائلتين على أثر سقوط الجنين ثم انتهت المشاجرة بمقتل حيدر وأمام أنظار القوات الأمنية كما يقول والده مرت أخوه صارت حتى أولادة مبكرة فذهبنا إلى المستشفى حبيبية للولادة ذهبوا على مود يأخذون الإجراء الزازم فهي يعني يدفنون الطفل يأخذون إلى المستشفى فاتفاجئنا بدخول القاتل صارت مشاجرة بعد المشاجرة تفاجئ المرحوم حيدر بالقاتل طلع سلاح داخل مستشفى حكومي ومستشفى الحبيبية طلع سلاح فركض عليه ابني على مداخل السلاح من عنده عالم ملتمة وهي ضرب ابني هو نايم داك هو واقع ضرب ابني طلقه كيف دخل السلاح داخل المستشفى الحكومي؟ تتساءل عائلة المقتول وتطالب الجهات المعنية بالتدخل الفعلي لأخذ حق ابنهم بأعظام القاتل ومحاسبة المقصرين السلاح شون دخل الدائرة حكومية؟ السلاح لو ما داخل ابني ما ينكتل لو كان يعني قوات أمنية وما مداخل السلاح ابني ما حتى لو محاسينهم ناشد وزير الداخلية الأستاذ عبد المير الشمري وناشد الأستاذ فايق زيدان أن يأخذون جرال لازم قضية ابني شون دور الشرطة؟ ليش شون دخل السلاح بمستشفى حكومي أثناء الواجب؟ ليش ما تدخله بالمشاجرة؟ ليش ابني ما نسعد؟ حكاية قتل حيدر وحدة من حكايات القتل بالسلاح المنفلت الذي يواصل حصد أرواح المواطنين وفي قباله تتواصل التساؤلات الشعبية عن حملات حصر السلاح بيد الدولة وجدواها في إنهاء هذه الظاهرة المزمنة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير